أهلا بحضراتكم الجديد ومنكملين حلقتنا معاكم من الأبطال وبنرحب بنجمة النادي أحد نجوم أحد نجمات طبعا الفرقة مليئة بالنجوم أحد نجمات فتيات الزهب أو فريق فتيات الزهب وأيضا نجمة منتخب مصر لكرة طائرة الشاطئية دعاء الغباشي أهلا بك يا دعاء أهلا بحضرتك من ورانا وألف من اليوم مبروك طبعا على الموسم النجح ككرة طائرة رجال أو سيدات وأيضا تأخلك للغطيات موسم نجح في كل المقيسة ديك على مستوى حتى الشخصي بس لازم نبتدي الأول بالحدث الأهم طبعا وهو تأخلك للغطيات ضمن منتخب مصر أو ضمن فريق منتخب مصر المقون من لعبتين أنت ومروى مجدي للغطيات الأول خلينا أتكلم ليه ليه الفوليبول أو البتشي فوليبول أنت اخترتها أو هم اللي اختاروك إيه الكسة جات منين من الأول أنا قبل أي حاجة بس حابة يعني أبعد خالص التعايزي لأسرة أحمد رفعت ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويصبر أهله دي أول حاجة تاني حاجة أنا ليه أخترت البيتش فولي يعني أنا بحسها لعبة فردة شوية فأنا يعني دايما من صغري بيقولوا عليها رخمة في لعبي فتلاقيني مثلا ممكن ستة يبقوا موجودين أول ما كرة تيجي أقوم لعبها على طول بلعب بجر من أول لمسة فحسيت أن أنا ممكن ألاقي نفسي فيها أكتر أنت اللي شفت نفسك فيها يعني في الأول يعني حسيت أن أنا عايزة لعبة يبقى فيها ناس أقل في الملعب بحيث أن أنا أعرف يعني هي تالنت شوية فبحيث أن أنا أعرف أطلع الرخامة بتاعتي دي فيها طب هي صعبة يعني برضو الرملة وحركتك في الرملة بتتقل حركتك يعني دايما البنات مش بيحبوا لعبوها أول لأن هي لعبة صعبة صح أو أنا غلطة؟ أيها يعني في ناس كده دايما يعني معي في فرقة بقولهم ما تيجوا تجربوا تيجوا تلعبوا معي بيتش فولي وليست وإيه المرموطة دي؟ شفت ولا مقلت؟ وليه بالضبط؟ أنتوا اتنين في ملعب والملعب كله رملة طبعاً بتلعب على الشاطئ وصعبة يعني صعبة فيه أنت الواحد بيجري على الرملة يقول لك ده أنا بجري على رملة يعني يعني ببزل مجهود كبير طيب اخترت الكرة الطائرة الشاطئية بدايتك أول حاجة ليك خالص أول مشاركة كت إزاي؟ يعني أنا أول ما دخلت البيتش فولي كنتش عارف أصلاً أن مصر فيها بيتش فولي فيعني رحت بالصدفة مين كلمك؟ طب الصدفة إزاي؟ والله صدفة بحتها هقول لحضرتك حالاً كنت بالعب في نادي سبورتينج وفي مدرب قال لليبرو اللي كان بيتلعب معي في النادي أن فيه تجميع منتخب وهو بيتفرج على ناس عشان فيه بطولة أفريقيا هو أصلاً ما شافنيش ما يعرفنيش طب حلو جداً انت ساعتها كنت بالعب في سبورتينج فروحت قلت للي خلاص أنا هاجي معيك يا جرب يعني فروحت من أول يوم يعني فيه ناس بتقعب تغرس في الرملة هو ده اللي بقولك عليها مش بتعرفت يعني بتقع وهي بتجري ما بتقعبش تجري أصلاً بالزبط يعني وحتى الجمب في الرملة صعب جداً طبعاً في يعني أنا من أول يوم رحت يعني كنت بانط عادي وكنت بادرب من على الشبكة فهو المدرب وقتها يعني كان مين بقى؟ كان كابتن أحمد عبد الله تمام ده أول مدرب علمني بيتش فولي قال لي أن أنت هتكملي معانا والبنت أصلاً اللي هو كان بعت لها قال لها أنت قصيارة ومش هينفع فأنا بقول لها حضرتك كالصدفة بس بربو عليك يعني أقول لك على حاجة أنت يعني أنا وأنت بتتكلم معايا من عنيك أنت شخص يحب التجربة أو يحب أو بصراحة أنا بتكلم حتى عليك وأنت بتحكي عن التجربة دي لأ عليك كلها طاقة وكلها يعني زي ما بيقولوا يعني passion وأن أنت عايزة تبقي حاجة فيها طيب إحنا لعبنا طيب جيت منين مروة مجدي بقى يعني أنت السنائي بتاعك دائماً في كل حاجة مروة طيب هل مروة بدأت معاكي ولا جات متأخر لأ جات متأخر أنا بقى لما بدأت بيتش فولي وبقى يعني الموضوع شهر أكتر لما كمان اتأهلت الأولمبياد ريو 2016 تمام فبقى الناس بقى بدأت تسبت على أن فيه بيتش في مصر وأن احنا ممكن يعني زي ما هي جربت احنا كمان نجرب يمكن تيجي معانا زي ما جات معاين أنت كنت ترند على فكرة عشان الحجاب آه عشان الحجاب كنت ترند مش في مصر بس ده في العالم كله أيوة صحيح كان أول لعبة يعني بيتش فوليبول تبقى محجبة والاتحاد الدولي حتى أشاد بيك يعني كان الفاكر أنك هنحطه على الصفحة يعني هيا مش من الرولز بتاعت اللعبة أن أنا ألعب بالحجاب وهم عملوا بصراحة أنا بشكر دكتور عمري علواني جدا على أنه أتح لي الفرصة أن أنا ألعب يعني دكتور عمري علواني كان ليه دور كبير وعمال لي إكسيكيوز أنا الوحيد أنا أول لعبة ألعب بالحجاب في العالم دي حقيقة والرولز ده هو كان حطتها لي أنا سبيشيال عشان هو مفيش حد حصله كده قبل يعني محدش قبل كده تحط في الموقف ده تعمر حاجة جميلة فبصراحة يعني أنا ليه كل الشكر وطبعا والتقدير وده جميل أنا عمري ما هنساه بعدها بقى لقينا فرق كتير في اندونيسيا وبلد بلاد عربية بقوا بيلعبوا وهم محجبين طبعا فهو أتاح الفرصة مش لها بس يعني هو أنا كنت أقول واحدة بس بعد كده ناس كتير قوي بدأت لعبة التاشرة اللعبة التاشرة خالي السابق كان النبأ يا باش غلاص انت كتبت باسمك والتحادي الدولة عشان بيكوا دي صور ليك يا حتى في صلتنا طبعا لا احنا لسه بروحناش يا جماعة خلينا في البولي بيتش دلوقتي لسه بروحناش بقى الفتاة الزهب خلينا دلوقتي في الولمبياد واتأهل الولمبياد طيب لعبنا وروحنا ريو دي جينيرو قسرنا الدنيا مشاركتنا في دي جينيرو كتا عامنا زي فكر الناس اول مطش لينا كنا يعني بنلعب مع المانيا يعني وقتها المانيا دي اخدت بطل الولمبياد حلو يعني عملنا تايك كويسة جدا احنا كنت انا عندي 18 سنة ونادي عندها 16 سنة فكنا صغارين جدا ومش فاهمين يعني ايه احنا في الولمبياد نادة اللي بكتت معاك نادة مش ماروة او لأ نادة معاوة نادة معاوة اللي هتلعب دلوقتي في امريكا في سويسرا اللي كانت في امريكا وراحت سويسرا او دلوقتي هتلعب في فرنسا اللي هي اخوت اخت نورة بس نورة بطلت انا فاكر كويس انا مكشون لدي عمدي للعمدي كده طيب فهي نادة اول واحدة لعبت معايا دي اللي احنا لعبنا مع بعض في ريو 2016 كانت مشاركة يعني زي ما بقولها حدثة كنا صغيرين قوي فمش فاهمين يعني ايه الناس بتقول انتوا تأهلتوا ولاقينا ضجة كبيرة قوي فاحنا نفسنا مش فاهمين ومش متخيلين حجم الحاجة الكبيرة قوي اللي احنا موجودين فيها حتى المتابعة وانتوا في البطولة من الميديا والاعلام العالمي انا بقى خرقت حسيت بقى يعني بعد ما شفت السوشيال ميديا انا خرقت حسيت لا ايه ده انا في حاجة حدث عالمي يعني حدث كبير قوي انا كنت مستصغرة بس هو حدث كبير قوي علنا فيه ده فيعني خرقت مش متخيلة على كم البوست اللي علينا على فيسبوك على انستجرام على تويتر ناس كتير معرفهوش فجأة بقيت حديث الاولمبيات وانا اصلا ما اخدتش ميديا اصلا الناس اللي بتاخد ميديليات بيقولوننا يعني احنا احخدنا الميديليا ما عليناش الاهتمام اللي انت اخدتيه بسبب الحجاب طيب احنا عملنا ايه في دي جيني اخدناها كام بكرة 19 من 25 من 24 فرق طب كويس يعني برضو كنا في اول مشاركة طلعنا 5 بوزيشن ده كويس جدا طيب الاولمبيات اللي فاتت توكيو يعني كان لها احداث مش مش لطيفة خالص معي كورونا ممكن انا بالاخص الموضوع ده كان مؤثر فيا جدا واخدته تشالنج بيني وبالنفسي ان انا مش هبطل بالضبط انا مش هبطل غير ما كده كده اثبت للناس دي كلها ان انا كنت تستحق المكان ده في اللي جاي يعني انا دلوقتي لما تأهلت في باريس الحمد لله اثبت للناس كلها ان اللي فات ده كان حقي وكان حقكو وكنت ازلامتو في المغرب وكانت خلينا نقول طبعا المغرب دولة شقيقة وحنا كل حاجة ولكن الرولز وقتها قضت على رياضيين كتير مش الغولي بس اتعاملت تفصيل عشان المغرب للأسف تتأهل بس وللأسف ما تأهلوش في الآخر فيعني كانت بالنسبة لي اول تحدي هدخله وانا كده كده هكسب ما عنديش اوبشن ان انا هخسره كده كده هكسبه فيعني مين شمال انا كده كده هكسبه وقفت كل حاجة في حياتي انا كنت متجوزة في نفس يعني والله ما شاء الله جوزت عشرين عشرين فالأوليمبيكس المفروك كانت عشرين عشرين فكد فيه كورونا يعني استنيت لواحد وعشرين انا قرر رجعت من المغرب يعني جوزي برضو كان مدارف نادي الاهلي كابتل كريم مجدي ما شاء الله الله اكبر فيعني علا الرياضية الله اكبر فيه بيبهات زغيرة انا بقى وقفت حياتي انا قلت ان انا هركز في الحاجة اللي انا عايز اعملها دلوقتي ربنا ما يوقع يعني حد قدامك بدي ماشر عندك عزيمة قوية جدا لا قوي يعني انا رجعت بصراحة برضو كريم يعني كان سبورت ليه في الموضوع ده جدا انا رجعت كنت منهارة بقى يعني اللي هو انا مش مصدقة ان انا مستنية كل ده عشان يحصل كده بس يعني رب درات النفع يعني انا عايز اقول لحضرتك وقتها كنت تحزينة جدا وقعدت فترة كبيرة قوي متأثرة جدا جدا انا بعدها بسنة بقيت ممبر في الاتحاد الدولي ودي ده اول بوزيشن ياخده اي لعيب عربي ومصري ممبر في الاتحاد الدولي يعني ممبر في الاتحاد الدولي انا عضو في لجنة اللعيبة في الاتحاد الدولي لكرة طيرة عضو في لجنة اللاعبين في الاتحاد وانت لسه تلعبي؟ وانا لسه بلعب وده اصلا موزيشن ما حصلش لأي حد في مصر قبل كده يكنت انا أول واحدة يعني يمكن لا مش يمكن اكيد انا اول مرة اعرف حاجة زي كده لانه ما متقلش ولا انت كتبت لا كتبت بس ناس كتير ما تعرفش يعني بس دي حاجة انجاز كبير جدا على فكرة والاختيار ده كان من الاتحاد الدولي فيمكن حسيت ان انا يعني ربنا طب طب علي وقال لي يعني كويس يعني انا كنت مثلا عايزة ألعب الأولمبيات اللي فاتت دي وخلاص يعني اشوف حياتي وكده طب تسمحي لديك نصيحة تفضل ما تسيبيش موضوع لجنة اللاعبين ده نا ان شاء الله انا في الانتخابات اللي جاية دي ان شاء الله خلي بالك بيبعتولك هم دعاوي تحضاري كنت فير بي عنقل وما ساعات بتبقى اونلاين كونفرنس وحاجات زي كده ما تفوتيش حاجة لا لا اسمعي كلامي لان ده منصب لمصر مش ليك انا بديك نصيحة ان اي حد فينا انت نجمة كبيرة واعملت ضجة كبيرة فوجودك في لجنة زي دي هيخدم مصر بشكل كبير اشتركوا في القناة